هذه المسكرات والمخدرات التي تخامر العقل وتغطي العقل فلا يرى النور ولا يبصر الحق هذه المسكرات والمخدرات بأنواعها المختلفة سواء صنعت من المواد الغذائية أو من السوائل الكيميائية أو من الأعشاب أو من أي شيء المهم أنها تسبب في ضياع العقل فهي حرام بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ولا يناقش في ذلكم إلا من طمس الله عز وجل بصره وبصيرته